نتكلم تاني عن الزلزال ومرة أخرى طبعا الأرقام خلاص احنا عدينا أرقام التلاتينات احنا بنتكلم في 45 ألف قتيل لسه في أحياء سبحان الله لسه في أحياء بيخرجوا من تحت الأنقاض كان في قصة البنت آية اللي هي طفلة رضيعة أمها ولدتها تحت الزلزال الأم توفت وخرجت البنت الرضيعة وكانت مربوطة بالحبل السري للأم من الواضح أن الولادة يعني والمخاض جاء للأم من الرعب بقى من الوضع وهي تحت الزلزال أو تحت الأنقاض ولدت البنت آية وتم إنقاذ آية ولم يتم إنقاذ الأم المسير للدهشة والإعجاب إنه الطبيب اللي بيعالج آية قرر إنه زوجته اللي عندهم طفل تقريبا فيه عنده عدد من الأشهر أربعة أشهر إن الأم زوجة الطبيب تردع آية وإنها تاخد بالها منها يعني الحقيقة إنه سبحان الله كل عائلة آية والدها والدتها أخوتها كلهم تحت الأنقاض توفوا وعاشت آية يعني الحقيقة إنه هنا آية هي فعلا آية من آية الله آية في حلب يعني هذه القصة في حلب السورية هذه آية من آيات الله إنه إزاي إن فيه طفلة تخرج من رحم أمها تحت الزلزال تحت الأنقاض تموت الأم وتعيش آية عشر ساعات عشر ساعات هي مربوطة بالحبل السوري يعني كل غذائها هو عن طريق الحبل السوري وبيت خمس دوار تهد عليهم تموت الأسرة كلها وتعيش آية يعني دي فعلا آية ويعني اللي سماها ده كان يعني اختيار سليم سماها لأنها آية من آيات الله فعلا